نهار ده مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتمع اليوم السلساء اجتماع عاجل وعملوا جمعية عمومية أو يعني قرروا أنه يبقى في جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد الكرة في العشر من شهر ديسمبر اللي جاي ده الخبر والخبر وراه الكثير أو وراه الكثير من الأمال والطموحات والأمنيات وإن شاء الله بإذن الله وجوه جديد طيب عندي منطق في الأمر ده أو رأي اعتبره زي ما تعتبره سيبك من المنطق دي حطها يمكن ده منطق وما يبقاش منطق بس رأي الرأي بيقول نفسنا يا جماعة في وجوه جديدة ما بقولش إن الوجوه القديمة كلها وحشة وسيئة ويلا بقى إيه نردم عليها الطراب وكلهم سايقين فيه عكيد ناس كويس عكيد فيه ناس كويس بس نشوف وجوه جديدة نشوف وجوه أكثر تطورا نشوف وجوه قادرة على الابتكار الأزمة دايما في كل اتحادات الكرة على مدار سنوات كثيرة ماضية إنها وجوه بيتغير بس كراسيها بس هي ما بتتغيرش يعني وجهت ليه شوية عدوا مجلس إصدارة وجهت ليه شوية أبن صندوق وجهت ليه شوية نائب رئيس إتحاد كرة وجهت ليه شوية رئيس إتحاد كرة رئيس إتحاد كرة تشوفه مرة واثنين وكذا وثلاثة وعدوا مجلس إصدارات ليه كذا مرة موجود والنتيجة واحدة النتيجة واحدة طيب أنا عندي دايما حسن نية في حياتي في شغلي بقدم حسن النية فرضا إن كل الناس اللي عدوا على اتحادات الكرة السنوات الكثيرة الماضية كلهم ناس مجتهدة وبتحب الصالح وبتحب البلد وبتحب الكرة المصرية ومش عايزين يقزونا ومش عايزين يقزو الكرة ومش عايزين يعملوا أي حاجة وحش فرضا كلهم كويسين بس ما قدروش يبقى احنا عايزين اللي قدر أو اللي هيقدر في ناس عجبا احنا عندنا كوادر في البلد دي عظيمة عظيمة بس إيه انتخابات اتحاد الكرة تلاقي واحد يقولك إيه أصله دا بيعرف لما أصوات من الجامعية العمامية أصل دا الناس بتحبه أصل دا راجل ودود كده ولزيزه بيروح يزور الأندية ومش عارف ايه جميل أصل دا راجل لسانه حلو أصل دا راجل بيجيب حقوق الناس الغلابة في الأندية اللي تحت أصل دا راجل من السعيد أصل دا راجل من اسكندرية أصل دا راجل من مطروح أصل دا راجل مش عارف لأ عايزين كفاءات بدون شرطة يعني مش كفء وعنده شرطة بس لازم يكون عنده الشرطة دي اللي هو مثلا من محافظة إنه هو مثلا مش عارف يكون محبوب إنه هو مثلا لازم يكون بيعرف يمشي أموره مع الأهلي والزمالك إنه لا لا مش عايزين الشرط دي عايزين الناس بس عندها كفاءة فرجاءا من الأندية من الجمعية العمومية للاتحاد الكرة أرجوكم المرة دي بس على أقل مرة نشوف اتحاد الكرة مليء بالكفاءات طيب هل دا معناه إنه كل اللي موجودين في اتحاد الكرة اللي حايدوا الفشلة لا طبعا في ناس اجتهدت وفي ناس حولت وفي ناس سعت بس النتيجة في الآخر ما كانتش نتيجة عظيمة لا دول ولا اللي قبلهم ولا اللي قبل قبلهم ولا اللي قبل قبل قبلهم دايما عندنا عوار ودايما عندنا مشاكل ودايما ما فيش تطور نفس اتحاد كرة يبقى اتحاد كرة كده تبص على الأسماء تحس إن كل واحد في الأسماء اللي موجودة في اتحاد الكرة ده ينفع يبقى رئيس اتحاد الكرة ينفع يطور الكرة المصريية لوحده نفسي أمنيا والله بس أنا مليش الحق إنه أعمل كده والله لو طول مني أشكل اتحاد كرة أشكل وتحداك إن كل اسم منهم مش هنختلف علينا وإنت بالسبي بتاعه ما أنا مش قول لك اسمه خلاص مش مش واحد جاي واحد صاحبي وبقول لك خد ده ينفع في أدو في اتحاد الكرة إحنا هنبص على السبيهات إحنا هنبص على إمكانيات كل واحد إحنا هنبص على قدرته على التطور وعلى قدرته إنه يفيد وعلى قدرته إنه يعمل شيء لكرة القدم المصرية فإن شاء الله خير يا رب أشوف وجوه جديدة يا رب أنا كل ما أسمع وجه من الوجوه القديمة رغم إنه فيه كتير كفايات والله مش بقلل منهم بس يا جماعة بلد مليانة بلدنا مليانة كفايات نجرب حاجة جديدة من باب التجربة حتى نجرب ترجمة نانسي قنقر